شوية على النادي الأهلي وآخر أخبار واستعداداته للمرحلة المقبلة بالتحديد المباراة اللي جاي أمام الإسماعيلي في بطولة كاس الرابطة فبالمناسبة خلينا نعلق شوية عن المباراة الأولى أمام الجونة والانتهت بتعادل سلبي 0-0 في قولة مباراة النادي الأهلي في هذه البطولة وبصراحة ما كسب كتير أولي الأهلي بالمطش ده كتير جداً الظروف أكبرتك أنك مش عايز أقول إنه أكبر أولي على قد ما هي كانت ساعدت السياسة اللي كان بيحبزها أو اللي كان بيفكر فيها مسلماني بتدفع ببعض العناصر من قطاع النشئين في النادي الأهلي والموقف أو المباراة أثبتت أنه عندنا قطاع مميز جداً عندنا قطاع في النادي الأهلي قطاع النشئين مميز جداً 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 ليه؟ لأنه شفنا عدد كبير من اللعباء اللي ما شاء الله يقدروا أنه هما يشيلوا النادي الأهلي في المستقبل نجيب من حراسة المارمون كده مصطفى شبير عمل مباراة ممتازة في مطش الجونة بصراحة إن شاء الله أكتر من كورة وكان مميز جداً تعالى المغربي الولد المدافع ده مدافع جميل جداً جداً ومبشر قوي قوي زياد طارق لعب عنده مهارات عالية عنده سرعة كويسة بينقصوا بعض الحاجات يعني أهو متطفق إنه هو لعب كويس مع الناس كلها هو لعب كويس وأنا عارفه شخصياً يعني زياد طارق لكن بينقصوا إيه بينقصوا القوة الجثمانية شوية لازم يشتغل على جسمه كويس اليقى بدانية بشكل أكتر من كده هيبقى حاجة جمدة قوي قوي عندك مين تاني عندك مانو عبد الرحمن مانو اللي خد أحسن لعب في المطش ده بصراحة برضو لعب في وسط الملعب مميز قوي فيه كذا فيه كذا لعيب بصراحة يعني طمنونا بشكل كبير وعندهم سكة كبيرة جداً في نفسهما هما بيلعبوا وتحسن هما مش هيبين الموقف وطبيعاً أنت ما تهبش الموقف لأن أنت ابن من أمناء النادي الأهلي فمتعود على الضغوط متعود على أن أنت لازم تكسب متعود على كل الأمور اللي زي دي فدي حاجة مباشرة لكن الحاجة الغريبة قوي قوي بصراحة وأنا هنا هتكلم على بعض الجماهير القليلة جداً جماهير قليلة قوي ليهم وجهة نظر باحترمها مقدرش أقول غير كده باحترم وجهة نظرهم لكن يا جماعة ما نكونش إحنا بنلعب بالناشئين ومتعدلين مع الجونة وكان ممكن نكسب ونسيب كل الإجابيات دي نسيب الإجابيات دي خالص ونمسك برضو في موسيمين اللي هو مثلا لو مثلا أنت شفت أي فريق خسر حتقول أصل المسلماني السبب مش الأهلي بقى أي فريق تاني خسر حتقول أصل المسلماني لازم يمشي ما ينفعش الراجل أسطر في إيه اختلف معاه فنيه اختلف معاه تكتيكين اختلف معاه في تغيراته لكن هل معنى كده أن مدرب جيب لك بطولات قد دي كل دي بطولات وعشان متش زي متش الجونة تلاقي بعض الأصوات يتقول لك ده الراجل ما عندوش فكرة طول ما الراجل ده موجود إحنا مش عارف إيه طب أمرت إيه إزاي هل أنت كده حريص على مصلحة الأهلي كمشجع هل أنت حريص على أن الأهلي يكون عنده استقرار فني بيمتاز به دايما الأهلي وهو اللي بيرجع كفته لا أنت عندك مدرب ممتاز أوي مدرب كويس اختلف معاه براحتك لكن خليك دايما مركز عن نتائج آه نفسنا في اسلوب لعب كويس بنشوف السنة دي بصراحة من مداية الموسم في الدوري الأهلي بشكل كويس ما فيش غير ماتش فيوتشر اللي احنا تراجعنا فيه نسبية لكن الست ماتشات اللي قبليه كنا ممتازين ممتازين أداء ونتائج وطبيعي جدا أنت تعمل ست ماتشات وتعمل تلاتة وتقع ماتش وتعمل كم ماتش ويبقى المستوى أقل شوية ده هي دي كور لكن لازم احنا نكون وأنا بتكلم هنا على بعض القليل جدا من الجماهير العاشقة والمحبة للنادي الأهلي ومتأكد من كده قوي لازم نكون عاملين حساب مصلحة النادي ومصلحة الكيان وكيفية المسندة والدعم وأنا مستغرب أو مش مستغرب هيو هو النادي الأهلي كده وجماهيره ومطبيعاتهم بيحبوا دايما الفوز حتى لو أنت بتلعب ناقص لو بتلعب بالعيب واحد في الملعب أنت بعايز دايما الأهلي يكسب وحلوة حاجة جميلة جدا لكن لازم احنا دايما اللي نساعد على خلق دوافع جديدة على أن الفريق يكون بنأكد أن هو ماشي في الطريق الصحيح ببعض العناصر الشابة اللي انت شفتها هدع عمل فريق الأول في أوقات ممكن تكون مزموء فيها محتاج لعيبة زي ما احنا في الفترة الحالية بخلاف كمان المطش الإسماعيلي هيرجع لك بعض العناصر وحيستمر إقحام أو مش إقحام حيستمر الدفع ببعض اللاعبين الناشئين حتى في ظل تواجد مثلا واحد زي أحمد عبدالقادر واحد زي ياسر إبراهيم واحد زي بيرسيتا واحد زي بينكي سوني اللاعبة اللي كان عندها واحد زي رامي الربيعة اللاعبة اللي كان عندها كورونا ورجعت الحمد لله على سلامتهم برضو حتى هم موجودين هتلاعب عناصر من الناشئين عشان تفضل تكسب العناصر دي وتديهم خبرات في مباريات مهمة جدا زي دي بخلاف أن أنت آه نفسك تاخد بطولة وكل حاجة بطولة الأولى من نوحها لكن في نفس الوقت أنت بتركز وباصل على مكاسب أخرى هتكون مهمة جدا في مستقبل النادي الأهلي بإذن الله القريب كمان مش البعيد يعني فده أمر مهم ولازم يكون إحنا أول المساندين وأول الدعمين كجماهير للنادي الأهلي للفرق أو للجهاز الفني بكل تأكيد لأن الناس بصراحة مش مؤثرها في أي حاجة